اعلن الرئيس الاوكراني فلاديمير زلنسكي ان مستقبل اوكرانيا يعتمد على نتائج المعارك في شرق البلاد واعترف الرئيس الاوكراني ان الامور بالنسبة لقوات بلاده صعبة ومؤلمة للغاية في معارك الشرق الاوكراني مؤكدا على ان القوات الاوكرانية تلحق خسائر كبيرة بالجيش الروسي في معاركة بخمت التي تعد الاطول منذ بداية الحرب الروسية الاوكرانية